سلاح السندات مقابل سلاح العقوبات حرب بلا رصاص في القرن العشرين أمريكا ابتكرت سلاح حقوق الإنسان ده مش معناه إنه مفيش حقوق إنسان أو ما يقال حقوق الإنسان هو كله مجرد مؤامرات خارجية لا إنما ده معناه إنه في حقوق إنسان وينبغي أن تراح حقوق الإنسان إنما في استخدام سياسي لملف حقوق الإنسان في القرن العشرين الرئيس كارتر هو الذي يأسس بشكل كبير جدا هذه الفكرة الأمريكية إن حقوق الإنسان مش بس قيم ومبادئ وإنما سلاح وأدوات للدولة الأمريكية سلاح حقوق الإنسان إدى فرصة لتدخل في دول كتير ولا يزال يعطي الفرصة السلاح الجديد في القرن العشرين سلاح العقوبات إن بدل استخدام السلاح ناوي أو الدبابات والطائرات السلاح التقليدي يبقى فيه سلاح اسمه السلاح الاقتصادي وهذا السلاح هو سلاح العقوبات إن أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية على دولة العقوبات مش مجرد شدة صغيرة أو مجرد لوم لهذه الدولة إنه ممكن يؤدي إلى إسقاط النظام وإسقاط الدولة تماما إذا استخدم سلاح العقوبات على نحو كبير بقى سلاح مفزع في القرن الحدي والعشرين إن أي دولة اقتصادها ماشي كويس أو معقول تواجه بالعقوبات الأمريكية تلاقي بقى عملتها تراجعت وبدأ اقتصادها يتراجع والنظام يبدأ يتزعزع في الداخل فالعقوبات الاقتصادية لم تعد عقوبات بالمعنى الكلاسيك السابق وإنما أداة اقتصادية عملاقة أو سلاح ضمار شامل اقتصادي روسيا تتعرض لسلاح العقوبات الأمريكي الصين تتعرض لعقوبات أمريكية بس مش اسمها عقوبات أوي إنما هي حرب تجارية على الصين تركيا تتعرض لعقوبات إيران تتعرض لعقوبات كبيرة كوريا الشمالية تتعرض لعقوبات كبيرة يبقى إذن سلاح العقوبات بأداة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية من أجل تطبيق وتنفيذ المصالح الأمريكية حول العالم طيب الدول بقى اللي بتواجه بسلاح العقوبات بترد بإيه؟ بترد بحاجتين البعض اللي بيمتلك عقوبات هو كمان بيعمل عقوبات على أمريكا يعني أمريكا ترفع الرسوم الجمهورية الصين ترد بالمثل نفس الرسوم الجمهورية أمريكا تفرض عقوبات على دولة الدولة ترد بعقوبات على أمريكا فإذن أحد أدوات رد الفعل هو إن حرب تجارية متوازية وعقوبات مقابل العقوبات السلاح الثاني إن فيه سندات لبعض هذه الدول موجودة في أمريكا السندات الأمريكية الاستثمار فيها يعني الدولة تروح تشتري سندات أمريكية هذه السندات هي بمثابت بتحفظ هذا المال وتدي عوائد يعني أنا معي مليار دولار كدولة أخذ المليار دولار وروح أمريكا أشتري سندات أمريكية هذه السندات لها فائدة بستفيد من هذه الفائدة المرتفعة وفي نفس الوقت أصل الفلوس المليار دولار موجودين في أمان عند أكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي روسيا لها مليارات واليابان لها رقم كبير جدا والصين لها رقم كبير جدا وتركيا لها مليارات دول كتير حول العالم لها مليارات استثمارات في السندات الأمريكية لو تم سحب هذه المليارات من السندات الأمريكية تم بيع السندات ده معناها مشكلة كبيرة جدا للاقتصاد الأمريكي المزان الأمريكية تتهاوى ويبقى فيه خطر كبير جدا على الاقتصاد الامريكي هل بدأ البعض في استخدام سلاح السندات في مواجهة سلاح العقوبات اللي بتفرضه امريكا؟ الحقيقة اه لما نشوف روسيا على سبيل المثال روسيا تتعرض لعقوبات وبالتالي الروس بالمقابل بدأوا يبيوا سندات خزانة امريكية بعض من سندات الخزانة الامريكية بدأت روسيا تبعها روسيا كان عندها من 8 سنين حوالي 176 مليار دولار كان رقم كبير جدا استثمار في السندات الامريكية هذا الاستثمار الكبير اللي هو اكتر ب197 مليار دولار في السندات الامريكية الروس بدأوا يبيعوا على مراحل رابع مرة يبيعوا هذا العام دلوقتي حاجة واربعين مليار دولار يعني رقم اقل كتير جدا مما كان في السابق البعض بيقول لان العقوبات الامريكية على روسيا خلت روسيا العملة بتاعتها تضعف الروبن الروسي يضعف والاحتياطي او احتياطي النجد الاجنبي بيتراجع وبالتالي لازم الروس يزودوا الاحتياطي علشان يزبطوا العملة يبقى نتيجة العقوبات الامريكية ونتيجة انخفاض سعر النفط تراجعت العملة وتراجع الاحتياطي يبقى لازم نضخف الاحتياطي عشان نزبط العملة ردا على الموقفين دول العقوبات وتراجع النفط ده تفسير فيه تفسير اخر انه لا الموضوع مش العقوبات ولا تراجع النفط الروس اصلا بيسحبوا كل شوية سنة الخزانة الامريكية بيبيعوا كل شوية منها وبيحولوا ده الى ذهب فبقى عندهم رصيد اكبر من الزهب ورصيد اقل من سنة الخزانة الامريكية اذا ده ملف روسيا فيه عقوبات امريكية على روسيا فيه رد روسي ببيع سنة الخزانة وزيادة الرصيد من الزهب في البنك المركزي الروسي تركيا في غصة 2018 في عقوبات أمريكية على تركيا هذه العقوبات لأسباب سياسية إنما في النهاية أدى إلى تراجع الليرة إلى مستويات قياسية في 2018 الليرة خسرت نص قيمتها تقريبا والاقتصاد التركي بعنده أزمة كبيرة جدا الأتراك باعوا سندات خزانة بأربعة مليار دولار لأنهم محتاجين فلوس وجزء منه إظهار المرد الفعل على الأمريكان والسياسة الأمريكية كان عندهم كام 32 مليار دولار اشتروا بها زمان سندات خزانة أمريكية باعوا بأربعة مليار بقيت عندهم 28 مليار دولار دولة زي اليابان اللي هي تاني دولة في العالم تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية تاني دولة في العالم تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية اليابان عندها تريليون وشوية إنما برضو فيه كام مليار كده اليابان باعتهم لسه هم فوق التريليون لكن بتراجع كام مليار عما كان من قبل نيجي بقى للصين الصين بقى العملاق الاقتصادي الصين أكبر مستثمر في السادات الأمريكية الصين عندها قدي برضو تريليون ومئتين مليار دولار واحد واثنين من عشر تريليون دولار رقم خرافي يعني ألف ومئتين مليار دولار الصينيين بقى ده بقى سلاح يعني ده آخر ورقة عند الصينيين لو وصلوا إلى تصدر جدا مع الأمريكان مراكز بحث اقتصادية بتقول إن ده بقى الورقة القاسمة أو الضربة القاسمة لأمريكا إن هم ممكن يبيعوا الواحد واثنين من عشر تريليون دولار في السادات الأمريكية لكن طبعا ده الخير الأخير ده أشبه بإعلان حرب اقتصادية كبرى أو إعلان حرب حتى من غير اقتصادية على أمريكا يبقى إذن موجز هذا التحليل إنه في سلاح اسم حقوق الإنسان في القانة العشرين في سلاح اسمه العقوبات الاقتصادية في القانة الحادي والعشرين في رد العقوبات الاقتصادية بسلاح جيد اسمه السادات الأمريكية أو سلاح السادات في مقابل سلاح العقوبات الصين واليابان عندهم فوق التريليون دولار لكل دولة استثمارات هناك الدول الأخرى عندها نسب أقل الروس بيبيعوا الأتراك بيبيعوا الليبنيين بيبيعوا الصينيين بيقولوا إحنا ممكن نبيع الكل لو حصل خطر كبير جدا اقتصاديا على الصين في بقى دول أخرى يعني أوروبا الشرق الأوسط دول فيه آسيا فيه إفريقيا أمريكا الأتراكية تتأثر كتير جدا من هذه الحرب سواء سلاح العقوبات اللي يؤثر كتير جدا أو سلاح السندات لا سيما سلاح العقوبات يعني ممكن تكون حرب اقتصادية أو عقوبات أمريكية على إيران وأوروبا تخسر كتير جدا عقوبات اقتصادية أمريكية على روسيا وأوروبا تخسر كتير جدا وكذلك العالم العربي ومناطق كثيرة من العالم احنا في إطار العولمة في تشابك كبير جدا بين المصالح الاقتصادية حول العالم سلاح العقوبات سلاح السندات أخطر ما في القرن الحادي والعشرين من أشكال الحرب الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر